رحب الرئيس البرازيلي لولا ديسالفا بانضمام مصر لتجمع براكس وخلال قمة تجمع براكس في جنوب إفريقيا قال ديسالفا إن المجموعة مستمرة في فتح أبوابها لضم أعضاء جدد مضيفا أن مجموعة براكس تعمل على دراسة اعتماد عملة مشتركة للمجموعة نعرف أن نحن نحاول قدر الأمكان ضم دول جديدة لأنها شهدت كيف تمكنها من تحقيق الأهداف وبإمكاني التكلم عن توسع مجموعة براكس لتشمل أعضاء جدد وكما أشار إليه فخامة الرئيس سيرير رمفوسة نحن نرحب بهذه الدول للسعودية والأرجنتين ومصر والإمارات وأثيوبيا وإيران والآن إجمال الناتج المحلي ارتفع ليصل إلى 37% من إجمال الناتج المحلي العالمي بالإضافة ليشمل 46% من سكان العالم مجموعة براكس ستستمر بفتح أبوابها لأعضاء جدد ولذلك لقد وقفنا على ما هي الإجراءات المعيارية لانضمام دول جديدة كما سنؤسس مجموعة عمل لنتمكن من دراسة اعتماد عملة مشتركة كدلالة للبريكس وذلك قد يزيد من خياراتها فيما يتعلق بتقنيات وأليات الدفع اشتركوا في القناة